تعالي اليوم لا أمرك أي أن تصنع دراسة علمية جل جولة عجلة جل جولة عجلة هكذا في الفضاء السايبري هذا في اليوتوب فضاء اليوتوب لترى أن معظم ملاحدة شبابنا وشوابنا العرب المسلمين إنما ألحدوا بسبب ماذا؟ بسبب الاشتباك والالتباس والاصطراع القائم بين أيه؟ بين العلم والدين وخاصة في الكونيات وبشكل أكثر خصوصية نظرية التطور هذه ليست حالة خاصة بالمسلمين هذه حالة في العالم حالة عامة في العالم كل وخاصة العالم الغربي بسبب نظرية التطور وأقل منها الكونيات بشكل عام ستقول لي وهذا يذكرنا بكلمة سيجموند فرويد الشهيرة جداً حين تحدث أن الإنسان الحديث يعني في العصر الحديث بعد العصر الوسيط ما انتهى في العصر الحديث اصطدم وجور حتى كبرياء وأنرجسياته ثلاثة جروح بليغة غائرة فنه مرة قال انضرب العرش الإنسان الحديث وصحيح الضربة الأولى على يد نيكولاس كوبرنيكس فيما يعرف بالثورة الكوبر نيكوسية أو نيكوية كوبرنيكين الثورة الكوبر نيكوسية لماذا؟ قبل كوبرنيكوس وعلى مدى أكثر من ألف عام تقريباً كان النظام الكوني السائد المهيمن في العالم القديم والوسيط هو النظام البطلمي كليموس الإسكندراني الذي كان يرى أن مركز الكون اليونيفيرس كله أو الكوزموس هو الأرض والأرض تدور الشمس والأجرام السماوية الأخرى كلها حول حول الأرض حتى الشمس كله ليس بس القمر الشمس والكواكب الأخرى كلها السيارات نسموه السيارة السبعة كلها تدور حول ماذا؟ حول الأرض تسموه جيو سنتريزم أو جيو سنتريسيتي يعني موديل أو نموذج مركزية الأرض الأرض هي في النص حلو هذا وفسر أشياء كثيرة على فكرة تفسر أشياء كثيرة لكن بإرهاق يعني في أشياء معينة ما بدأ حكيها ومن ضمنها المنظر النجمي يسموه عشان نفسر هذا البراليكس هذا باختصار شرحت مرة في قطبة قديمة أو كذا في معاضرة أنت الآن حين تقف في زاوية معينة تقف كذا ترى النجم نجماً ما انتق إلى مكان آخر ترى إيش اختلف موضوعه هذا يسمى المنظر النجمي براليكس كيف تفسيره؟ رأى عمل له قصة كبيرة هذا أي بطليموس سمها أفلاك التدوير إبي سايكلز في الفلك القديم والوسيط إبي سايكلز قصة كبيرة فلك على فلك يعني العربة الكبير ولسه في عليه أفلاك النجم أو الكوكب الذي يدور يدور على نحوين في هذا الفلك الصغير وهو إذ يدور فيه يدور أيضاً على الفلك الكبير شغله معقد جداً لكن فسر شي غريب فسر قدر يفسر كل هذه الأسرار الفلكية فسرها نجح نموذج نجح إذن الضربة الأولى كانت إيه مع نيكولاس كوبارنيوكوس يقول لي فرويد ليش؟ كوبارنيوكوس قال لك لا مركز العالم أو الكون أو الوجود الشمس وليست الأرض والأرض وبقية السيارات تدور حول الشمس حضولي الآن طبعاً لا الشمس والأرض لا الشمس مركز ولا الأرض مركز ولا المجرة مركز يعني المجموعة الشمسية بكل كواكب هذه مجرد نقطة على طرف المجرة تبعد عن المركز مركز المجرة بثلاثين ألف سنة ضوئية في مجرة يقطعها الضوء في مئة ألف سنة وفيها حوالي أربعمائة مليار نجم وسطياً وفي زيها ثنين تريليون مجرة هذا آخر الأرقام في آخر سنوات في العاة في الكون شيء مرعب لا أنت مركز ولا مجرتك مركز انتهينا بالكامل لكن هذا أصاب الإنسان بالدوار هذا هو أخو وأصابه بجروح نرجسي غائر وعميق ومؤلم أليم لماذا؟ بعد أن كان مستوثقاً من حقيقة أنه السيد المطاع المسلط في هذا الكوكب المسمى بالأرض الكوكب الأزرق وهذا الكوكب بدوره هو مركز الوجود مركز العوالم وإذا به ينحى مباشرةً بكوكبه إلى الهامش ليصبح كوكباً من كواكب تدور حول الشمس أخذت المجد كلهم هذا الشمس ومن هنا موقف الكنيسة المناهض للنظام الكوبرنيكي كان يسمى هكذا النظام أو المذهب الكوبرنيكي الجرح الثاني هو جرح ربما يكون أبعد غوراً وأشد ألماً أن الجرح هي الكوبرنيكي ما هو؟ مع تشاز داروان حين أتى هذا الرجل الإنجليزي العالم الطبيعي يعني العالم الطبيعي الإنجليزي أو الفيلسوف الطبيعي كم سموه فيلسوف؟ حتى الآن لسا كلمة تعلم على الفكرة كلمة حديثة جداً كلمة سينس و سينس العالم بالذات كلمة عالم في أواخر القرن التاسع عشر ولم تتداول واشع استعماله إلا في بداية القرن العشرين وقبل ذلك كم سموهم؟ سموه فيلسوف طبيعي لما حورب غاليليو حورب تحت اسمه عنوان الفيلسوف هو أعتقد من فلورنسا الفلورنسي الفيلسوف الفلورنسي ليس العالم قاله لم يكن كلمة عالم وبعدين يقول لك يقول لك يعني الطبيعاني البحث في الطبيعي أو فيلسوف طبيعي لم يكن كلمة تعلم ليس موجودة طيب ما علينا هذا مهم مهم جداً أيضاً في تفكيك العلاقة وليس كما نظن يعني فنرجع هذا الرجل كما تعلمون طبعاً حاول أن يثبت وأن يجادل وأن يجادل أن كل المملكة الحيوانية وحتى المملكة النباتية كل ممالك الحياة أو كل نطق لأنه فيه تقسيم ممالك وفيه تقسيم أعلى الدومينز كل أشكال الحياة إنما تطورت وترقت من خلية أو بضع خلايا ممكن خلية جاهلة أو ثنتين أو ثلاثة خلايا أولية بسيطة جداً جرى عليها التطور عبر ملايين السنين ومئات ملايين السنين وملايين السنين وملايين السنين كما وهنا دخلنا في الاشتباك مع الدين المسيحي الغربي بالذات لأنهم يعتقدون أن عمر الأرض أقل من هذا بكثير بعضهم قال لك يعني عمره هو عمر الإنسان أسبق منه بقليل ما هدت له طب كم عمره قال لك أربعة تلاف وأربعة قبل الميلاد يعني الآن كمان ألفين ستة تلاف سنة أذكر أن الأسقف أشهر هذا كان لا أعتقد إيرلندي عيريش هذا اسمه الأسقف أشهر لم أرجع هذا لكن ذكرتم قبل سنوات هذا عمل حسب هكذا قال لك أنا بقدر أحدد متى خلق الإنسان الرب خلقه تقريبا في أربعة وعشرين أكتوبر أربعة تلاف وأربعة قبل الميلاد الساعة العاشرة تقريبا صباحا ما شاء الله حزبا الدقيقة جدا يعني لو نزل جبريل فبنزلش بهذا التفاصيل الدقيق وطبعا فرحوا وقال لك عبقري وفهمان هذا وإنسوكولوبيد ما رعيب أجد شارلز دارون قال لهم الجماعة الأرض هذه عمرها مئات ملايين السنين بل ديارات السنين يا رجل قالوا بدل أنت ملحد أنت مهرطق كافر وقال لهم حتى الإنسان أكيد هذا عمره مئات ألوف السنين ليس سباح تلاف سنين وست تلاف سنين وست تلاف سنين قال له مئات ألوف السنين عمر الإنسان فحنا طبعا تهمت الهرطقة جاهزة والتجديف والكفور والإصطدام طبعا بين العلميات هذه وبين النصوص الدينية وتفسيرها وتأويلاتها وأكثر من ذلك كمان ليس يقول بس يعني بس أنت كإنسان بمنظومتك الأخلاقية الشيفر الأخلاقية اللي عندك بمنظومتك أو رؤيتك الكونية الورد وفيو يسموها ولا الدينية اللي خلتك خليفة الله ومركز الكون وسيد الأرض إلى أخير تطلع أنت فقط مثلك البعيد مثل أي قرد أو خنزير أو كل بس أرقى في الدرجة ليس في النوع في النوع ما هو نفسه؟ درجات فقط لكن الطبيعة والجوة وما هي نفسه وكلنا نرجع في الأخير إلى المادة وكاد وخلاص صار فيه صدام رهيب جدا لذلك على فكرة جوشك أن يكون بالذات في الغرب الأمريكي في اليوأس إذا نقول العلم والدين تختزل العلاقة من عشرات السنين على فكرة من عشرات من أيام محاكمة سكوبس هذا يسمونه محاكمة القرد وبتعرف فيلم ريث الريح ريث الريح ريث الريح فيلم مشهور جدا أحضرناه أسود أبيض جميل جدا كل موضوع هذا يوشك أن يكون موضوع أو موضوعة العلم والدين مختزل في نموذج واحد نموذج ماذا؟ الصراع علم الدين صراع العلم والدين حرب حرب العلم والدين نزاع العلم والدين صدام العلم والدين ثم ثم يوشك أن يختزل موضوع الصدام موضوع النزاع موضوع الحرب في نظرية التطور والتفسيرات الكتابية تفسيرات والفهم الكتابية هو هذه القصة كلها العلم تطور والدين موقف سفر التكوين من هذه القضية هذه القصة كلها في الغرب الأمريكي معنى أوسع بس هذا فعلا أهم فصولها وأكثر فصولها حراجة ولا تزال وانتقل هذا العراق وهذا التوتر إلى العالم الإسلامي خاصة مع عصر النت هذا واليوتيوب فالآن تسمع كل من هب ودب أقول لك التطور والتطور والارتقاء والقردة والإساء كله ومواقع وشغلة كله بدنا نبدأ من أول وجديد السحنة تخيل فنرجع الجرح النرجس الثالث كان مع فرويد نفسه مع سيغموند وفرويد هو كان فهم ووعي هو جرحان الجرح الثالث متى؟ لما فهمنا أننا لسنا دائماً في التشارج ولسنا المتحكمين في شخصياتنا وقراراتنا ليست في يدنا ولا نشترح القرارات بوعي كامل ودراسة وخططنا تخرج الماء قال لك هذا كلها أوهام ما هذا يا سيد سيغموند؟ قال لك لا أنت في عندك جزئان في عندك الوعي الظاهر وهذا نقدر نسمح لك أنك تقدر بالتسع أو بالعشر أيوة قالوا تسعة أعشار الوعي تبعك اسم الوعي الباطن مثل الجبال الجريت شوف بالمحيط يظهر منه العشر وتسعة أعشار يغائر في الماء أنت تسعة أعشار وعيك وعي باطن معنى وعي معنى وعي معنى اللاوعي أو الوعي الباطن قال لك هذا الوعي الباطن أو اللاوعي تسعة أعشار وأنت لا تدري وقصة وعنده أدلة وشغلات ويعني موضوع كبير فطبعا الناس شعروا بإهانة كبيرة جدا يعني طلعناها أشبه بالديدان يعني أشبه بالربوتات أشبه بألات تحركها أشياء لا سيطرنا عليها بل لا وعي لنا ظاهرا بها أنا لا أعرف ما يجعلني لا تعرف أنت معظم ما تأتي لا تعرف أنت لا تعرف لماذا تحب فلان ولماذا تكره فلان ولماذا انفجرت مرة ولماذا ردت عن هذا لا تعرف والأشياء التي تترحى كلها قابلة للنقض وفي الحقيقة البواعث الحقيقية التي حركتك وبعثتك على أن تفعل وأن تأخذ وأن تترك وأن تذر بواعث باطنية لا سيطرة لك عليها بل لا وعد عليك بها كل ويلتي ما الذي بقي لي؟ لا أرضي باقيت في المركز ولا أصلي طلعي شريف كانوا من نسل الملائكة وابن السماء طلعت ابن القرود وابن في الأخير خلية حية لا إله إلا الله وبعدين كمان وعي وعقلي وفهمي ودراستي وفلسفتي وفكري واختياري وقصدي ونيتي كل هذا كمان لا خيار لي ولست واعي به أيضا ومحركي من حيث لا أحتسب ولا أدري لا إله إلا الله ما الذي بقي؟ تلاشيت فالإنسان فعلا شعر بالضياع لذلك فتشوف الإنسان الغربي فعلا عندهم أدب كبير يعبر على العبثية أداب رهيبة ومسرح وقصة ورواية عندهم فلسفات وتوجهات في الحياة عجيبة غريبة كلها تترجم وتؤكد ماذا؟ العبثية وحالة الضياع والعدمية التي يعيشها كثير منهم مساقين هذه كلها ضربات رهيبة جدا رازخة بلا شك هذه المحطات الثلاثة الأساسية في إعلاقة إيش؟ العلم بالدين وإعلاقة إيه؟ الدين بالعلم